تسأل تقول بنتي عندها صيام قضاء ثمان أيام من رمضان باقي لها يوم تقول يعني غدا عرفة ممكن تجمع صوم عرفة مع صوم القضاء أم أنها تتوقف وتصوم عرفة ثم تستأنف بعد ذلك أختي أم عيدة بارك الله فيك و بارك الله في بنتك لا بأس بجمع صيام القضاء مع يوم عرفة بل استحب هذا كثير من أهل العلم و كان بعض الصحابة يرشد إلى صيام القضاء في أيام العشر و من جملتها يوم عرفة فإذا صامت القضاء في يوم عرفة كتب الله لها أجر القضاء وأجر صيام يوم عرفة إذا والله هي تقول لا أنا حابة إني أجعل كل عبادة مستقلة قواها الله و هذا لا يكون من شبيه بستة من شوال هذا مسألة ستة من شوال تختلف عن يعني مسألة القضاء مع ستة من شوال قبل أو بعد لا هذا يوم عرفة يفوت يوم عرفة يوم واحد فقط يفوت لو قالت لا أنا سأصوم وبعدين أكمل اليوم ما في بأس ولله الحمد لكن تصوم هذا بنية القضاء و يكتب لها الأجر ولله الحمد والمن ترجمة نانسي قنقر